صلب المسيح حتمية حقيقية شهادة تاريخية أو حقيقة تاريخية عدا أنها طبعا شهادة لهوتية عميقة جدا وشهادة كتابية في كلمة الله من الكتاب المقدس مات المسيح حسب الكتب كما قال الرسول بولوس ودفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب جاءت المريمات طبعا حاولي يشتروا شوية عطور وحنوط بعد الخروج من السبت خليني أحكي لأحبائي لأنه مرات في ناس بتسأل طب ما هو هل فعلا ثلاثة أيام نعم ثلاثة أيام لأنه الحسابات عند اليهود غير عنا دايما اليوم بيبتدي عند اليهود من اليوم اللي قبله فالسبت مثلا بيبتدي يوم الجمعة عند المغيب فالمسيح مات بالوقت المعين مش بس كان فيه معجزات من ظلمة كثيفة زلزلة انشق حجاب الهيكل يسوع المسيح مات باللحظة المعينة لم يموت قبل ولا بعد حتى كلماته على الصليب هي تعبير عن فعلا خطة الله عن بتسير بتناغم بإحكام وبإنسجام أيضا وضعوا يسوع طبعا في القبر ولكن في اليوم الثالث قام يسوع المسيح من الأموات لما جاءوا المريمات يعني بدهن يحطوا الحنوط على أساسي كملوا عمل التكفين مع أنه مريم أخت ألي عازر كفنت المسيح من قبل ويوسف الرامي وين قد يمس كفنوا جسد المسيح يعني بس لأنه يمكن كان كله بسرعة 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 عاوزين يقوموا في الواجبات الدنيا وهذا الدليل مهم جدا لأنه ما عندهم مش فكرة يعني أنه الحجر يسألوا أي حد يدحرج الحجر حتى يرشوا شوية هالعطور ويرجعوا يسكروا الحجر حتى المريمات كانوا كنا غير مدركات لقيامة المسيح حتى أقرب الناس ليسوع وهي مريم المجدلية ثلاث مرات يعني كان بساورها الشكوك عن يسوع كانت بتقول أنه سرقوا الجسد أو أخذوا الجسد لحد ما ظاهر لها الرب يسوع أكد لها مرة تانية فإذن أحبائي القبر انفتح مش لأنه المسيح غير قادر على دحرجة الحجر أو يقوم فالمسيح انسل من الكفن فالمسيح دخل العلية والأبواب مغلقة المسيح صعد إلى السماء ما فيش قانون جاذبية بيسير عليه فإذن الحجر هو دليل وشهادة أنه الختم تكسر وأنه الحراس ارتعدوا ما قالوا لهم يعني قولوا أنه تلميذه أجوا ليلا ونحن نيام صرقوا الجسد طب كيف عرفتوا أنه التلميذ اللي أجوا أنتوا نيام على كل حال أحبائي الحجر هو برهان إلك وإلي القبر فارغ والجسد ليس موجود المسيح قام وعندما ظهرت الملائكة سأل لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو ههنا لكنه قد قام